موسيقى يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر يونيو لعام 2020 وعشرين على الله توكلنا مشاهدين ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم ولي العهد الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني الصحة ونهر لمرضى السكري لا داعي للهلع تصفير الطلبات الإسكانية ما قبل عام 2000 وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت سمو ولي العهد مسؤولية كل فرد الاتزام بالإجراءات استعراض الظواهر الإجرامية خلال جائحة كورونا ومع صحيفة الأيام والتي عنونت اللجنة التنسيقية توسيع لطاق إجزامية ارتداء الكمامات مئة يوم من كورونا الوضع الطبي تحت السيطرة ستة آلاف دينار غرامة لستة متهمين خالف الحجر المنزلي التنظيم العقاري إلزام المطورين بشهادة مسح لإنجاز المشروع شهريا ومع صحيفة الوطن والتي نشرت الاتحاد الحر لصحيفة الوطن شركات تعتزم فصل 30% من العمالة الوطنية عقاريون لصحيفة الوطن القطاع يتراجع 20% وفترة انتقالية في عام 2021 قانونيون مخاطعة قطر مستمرة ما لم تغير سياستها نشر الصحيفة الأيام أن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قررت توسيع لطاق إلزامية ارتداء الكمامات حيث تم تكليف الفريق الوطني الطبي بوضع الاشتراضات والإجراءات التنفيرية اللازمة لدى ترأس سموه رعاه الله لاجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد نشر الصحيفة أخبار الخليج أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن الجهود الوطنية التي يقوم بها فريق البحرين كل من موقعه تتطلب التزام الجميع بحس المسؤولية المجتمعية المشتركة بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية هذا وبين الصحيفة أخبار الخليج أن رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية زينل وعددا من النواب اطلعوا خلال زيارة لمركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات على الإجراءات المتبعة في فحص المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وأشارت معاليها بالإجراءات المتقدمة والجاهزية الكاملة لمركز الفحص والذي يعكس جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا نقل الصحيفة الوطن أن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بحث خلال استقباله لسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بحضور رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن الخططة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الصديقين هذا ونقرأ مقال للكاتب محميد المحميد والذي جاء تحت عنوان التزم بمسؤولية والعمالة الوافدة فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال التوجيه الكريم الذي أكده صاحب السمو الملاكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأن مسؤولية كل فرد بالمجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا هو توجيه واضح ودقيق كامل وشامل لا شك أن الشعار التزم بمسؤولية سيكون منهجية المرحلة المقبلة التي بدأت تشهد العودة التدريجية للأنشطة والأعمال وهي عودة هادئة وحكيمة متوازنة وسلسة وستحقق النتائج الإيجابية لأنها الأسلوب الأمثل الناجح والمتميز الذي يقوده سمو ولي العهد في إدارة فريق البحرين التزم بمسؤولية تعني الالتزام التام من كل فرد كبير وصغير الرجل وامرأة شاب وشابة مواطن ومقيم بحريني وعربي أسيوي أو أجنبي ومن أي جنسية كان وهذا الالتزام لا بد أن يكون نابعا من الحس والشعور بهمية التجاوب مع الإرشادات واتباع الإجراءات التزم بمسؤولية شعار ومنهجية ستحقق النجاح بإذن الله تعالى للمرحلة المقبلة وهي تتطلب أن نركز أكثر بأن يلتزم بها ويطبقها الجميع وربما بشكل أكثر فئة كبيرة من العمالة الوافدة هذا ولفتت صحيفة الأيام أن رئيس النيابة عدنان الوداعي صرح بأن المحكمة الصقرة الجنائية أصدرت أحكاما ضد ستة متهمين خالفوا الحجر المنزلي المفروض عليهم لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك بالغرامة ألف دينار لكل شخص نشر الصحيفة الأيام صورة لأهم القرارات الاقتصادية التي قامت بها مملكة البحرين باتخاذها خلال المائة يوم المصرمة لأزمة فيروس كورونا نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن وزارة الصحة نوهت إلى تخصيص ثلاثة فنادق لاستقبال الحالات القائمة بفيروس كورونا والراقبة في تلقي العلاج على نفقتها الخاصة وذلك بعد التنسيق بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أظهرت الأرقام التي رصدتها صحيفة الأيام وفقا للعينة المشورة في موقع وزارة الصحة لمصابي كورونا كوفيد 19 أن 86.3% من المصابين هم من الذكور مقابل 13.7% فقط من الإناث حيث يشكل الذكور الشريحة الأكبر من المصابين كما تظهر العينة أن أغلب المصابين بالفيروس من الأجانب بواقع 77.4% مقابل 17.6% للمواطنين وعلى صعيد الأعمار تظهر الأرقام أن الشريحة الأكبر من المصابين هم من الشباب ذوي الأعمار التي تتراوح بين العشرين وحتى الأربعين عاما إلى الأخبار المنوعة لهذا الصباح من صحف مملكة البحرين ونطالع من صحيفة الأيام أن وزير الإسكان باسم الحمر دشن الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة الإسكان بحلة جديدة وتضمنا الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة بالإضافة إلى عدد من الخدمات التفاعلية التي تسهل تواصل المواطنين مع الوزارة بيّن الصحيفة الوطن أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أعلن عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير تقاطع الجنبية الذي يقام على مساحة 120 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء وبتكلفة تصل إلى حوالي 770 ألف دينار كشف مصدر لصحيفة أخبار الخليج أن وزارة الإسكان قد صفرت الطلبات الإسكانية ما قبل عام 2000 وأن عدد الطلبات الإسكانية للمواطنين التي لم يتم تلبيتها منذ عام 2000 وحتى عام 2008 يصل إلى 19,589 طلباً إسكانياً إلى ذلك لفت الصحيفة الأيام أن مؤسسة التنظيم العقاري ألزمت المطورين العقاريين بتسليم شهادة مسح هندسي بحالة إنجاز المشروع العقاري بشكل شهري وذلك ضمن الإجراءات الجديدة المتبعة لمشاريع البيع على الخريطة وتستهدف الإجراءات الجديدة حماية المشترين والمطورين بمشاريع البيع على الخريطة ثلاثة أعوام من السكينة عنوان مقال لفواز العبدالله قامت بنشره صحيفة الوطن فإلى المقال ثلاثة أعوام إنقضت كانت عبارة عن فترة جد واشتهاد وبناء للدول التي ضاقت ذرعاً بتصرفات الإمارة العاقة وقررت المقاطعة كما يقاطع الأب ابنه بغرض التربية وضي حد للطيش والعقوق والجحود ثلاثة أعوام تنفست العديد من الدول خلالها صعداء وخف أنين الأمهات الثكالة التي كنا يبكين أبنائهن بسبب توغل ميليشيات قطر وأموالها ثلاثة أعوام كانت كفيلة بمعرفة أسباب تلك المقاطعة عبر نتائجها التي أسفرت عن وقف سفك الدماء والحد من تصرفات العصبة الحاكمة التي عاثت في الأرض فساداً وغدراً وخياناً ما حدث في تلك الدولة منذ التسعينات اعتبرته الدول الخليجية والعربية شأناً داخلياً واحتضنت الأمير المغدور تقديراً لسنه ومكانته في الوقت الذي حتى أسرته أصدرت مذكرات الخز والعار مطالبة باعتقاله ثلاث سنوات مضت ونحن بخير بعيداً عن تلك الفئة الإرهابية على أمل أن تأتي بعدها سنوات ثلاث تزيل عن كاهل الشعب القطري تلك الزمرة الإرهابية التي نشرت الخراب والدمار عربياً ودولياً هذا ونشر الصحيفة أخبار الخليج أن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قالت في بيان مشترك بأنه لا داعي للقلق حول بعض المستحضرات الدوائية لعلاج مرضى السكري نوهة بأنه لا يوجد ما يثير القلق من استمرار العلاج لفترة بسيطة إذ ارتأى الطبيب ذلك حتى تظهر نتائج التحاليل في الأيام القليلة القادمة نشر الصحيفة الوطن أن الإدارة العامة للمرور حددت الفترة الصباحية من السادسة صباحاً وحتى الثانية ظهراً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس لتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات داعية الجمهور إلى الاستفادة من الخدمة قبل ثلاثة أشهر من موعد تسجيل المركبة لتفاذي انتهاء موعد التسجيل نطالع من صحيفة البلاد أن الباحثة الفلكي محمد العصفور أفاد بأن سماء مملكة البحرين تشهد ظاهرة خسوف شبه الظل للمرة الثانية هذا العام وذلك في مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري وإلى فن الكركاتير من صحيفة البلاد إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحفتكم لهذا اليوم شكراً لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة